عالموجي السوا متابعين نحن ويكون مشاهدين ومستمعين عالموجي السوا وهلأ مع فقرة ترابك دهب بحلقة اليوم من ترابك دهب رح نحكي عن المعاملات الزراعية الواجب اتباعة بأول فصل الربيع وشو هي الأخطاء الشائعة يلي لازم نحن نتفديها مع المهندس الزراعي طارق سقر أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك يوم المستمعين يعني لما بنقول معاملات الزراعية أول فصل الربيع عم نعرف أنه هيدا الفصل مش بس بنقطف هيدا الفصل ما نحضر كمان لأرض ومنحضر حالنا ومنحضر كل شي لحتى نكون عم ناخد بعدنا محصول حرزة مظبوط هو الموسم صح هو الموسم الزراعي بيبلش بالأول بأول الشتة مطرح ما بتحط الأسمد العضوية مهم وبعدين بتواصل مع الربيع مطرح ما فيك تفلحة وتحط الأسمد قبل فترة شوية يعني قبل قبل شهر شهرين تحط الأسمد الكيميوية لأنه في فرق بين الأسمد العضوية الحيوانية وبين الأسمد الكيميوية وبعدين عندك التعشيب وكل أشيء بلبنان عامة الأكبر مشكلة عم تعترضنا هالأنية هي توعية الناس على عندما لازم يستعملوا الأسمد الحيوانية يعني زبل الحيوانة أو زبل الجاج أو زبل الغنم ما عم يعرفوا أنه ما لازم يجيبوه ويحطوه تحت على الشجرية أو على زراعاتهم لأنه كل السماد حيواني كل زبل حيواني لازم يكون معقم وقال لا بلا ما تكون عم تفيد أرضك هيدا من الأخطاء الشائعية هيدا الخطأ الأكبر هيدا الخطأ الشائعية اللي بتكون عم تنشر الحشرات بأرضك لسبب بسيط لأنه مثل الحيواني بياكل العشب عن الأرض بهالعشب بيكون فيه نوع من الكوكون نوع من الشرنقة بقلبها حيوانات بقلبها حشرات فهودي بيحموا الحيوان من الأنظيمات يلي بالمعدة الحيوان وبس يعملوا زبل وبينشرهم بيفتحوا وبيروحوا وبينحطوا على بها الأرض يلي بيكون هو مفتكر حالو عم بيغزي الأرض وبيكون هو نشر فيها الحشرات فالأفضل يكون معقم الحيوانات فيه كتير ناس بتعقم بتحطون حرارة 100 درجة يموتوا كل الشرنقات اللي فيها ويصير بس مواد للتربة وللنصب مش بس محل يصير فيه عندهم متل المشاكل ويخلقوا مشاكل لقالهم هلأني في شغلة تانية كمان هلأ وقت الفلاحة لازم تنفلح الأرض مزبوط ولازم تتعشق يعني هؤل أعمال يلي عم بتصير بالوقت الحاضر هي الأعمال التحضيرية لا تيجي موسم موسم اللقطاف يلي هو بيصير بموسم الصيف فكل الأعمال الزراعية هلأني أهم شي نتفيدى الأخطاء أو ننشر الأمراض أو نأخر بالشغل لأنه كل الشغل الزراعي كل العمل الزراعي بالوقت الحاضر هو اللي بيحدد لك شو رح يصير موسمك شو الموسم اللي رح بيصير كل ما بتتأخر بأعمالك بالربيع كل ما بتخاطر بنوعية المنتج اللي بده يطلع هاي دي شغلة لازم كل الناس تعرفها تم قديش يعني بما أنك جوبة تصيرت كلمة منتأخر بس قديش السنة بشكل خاص السنة هلأ قلنا فترة قلنا ثلاثة أربع سنين أو أكتر شوي عم نتأثر كتير بالمناخ وعم يتغير المناخ وعم ترجع تشتي برد على المزرعات وعلى يعني زهر الأشجار يلي يكونوا زهروا وهذا الشي طبعا بيأثر بشكل كتير كبير قديش مدى تأثيره وقديش نحن فينا نأخر حتى نأخر هذا الشي اللي عم بيصير هلأني مثلا أنا من خلال تجربتي مع الأشجار المثمرة كل شي بيصير عندي أنه عم بحاول قد ما فينا أخر التشحيل التشحيل يلي بيصير بالشتي بتمديه شوية صغيرة لأنه كل ما بتشحلي بكير إن كان العليش يعني بيحمي نوعا الموضوع كل ما بتأخر تشحيلتي كل ما بيصير فيه أمل يزمط من البرد صحيح عم نشوف مش بس برد عم نشوف بمنطقة سهل بقى عم نشوف ساعة يعني أنا ما كنتشوف أنا إلي 33 سنة بشتغل بسهل بقى ما كنتشوف ساعة صرت شوف بأيار حط إيدي على قلبي بيقطع نهارين ثلاثة موان دو موان تروى إذا عندك حيالله شي مفتح انتهى الموسم عندك باي باي كل الشغلك اللي عملتي انتهى ما بقى في موسم فالأعمال الزراعية لازم تكون تتأقلم مع شو عم بيصير عنك العوامل المناخية المتطرفة اللي عم بتصير مزبوط وهلأني أنا اللي متفاجأ فيه أكتر وأكتر كمية هالشتل المطر اللي إجت آخر شي كمان زادت العشب وزادت الشغل يعني فيه عم بتتغير كل العمل الزراعي معايد عندك مثلا مثل ما بيقوله بروتوكول التبعيد مزبوط بدك تتأقلمي شو عم بيصير معك فهودي شغلات لأنه هو الشغلات كلهم عم بيأسروا على المواسم يلي عم بتكون بالوقت الحاضر في لبنان والمواسم والمواسم الناس اللي عندها الجنينات لأنه المواسم في نحن المواسم نعتبرها المواسم اندوستريال الصناعية الكبيرة يلي الناس عم بتتأقلم شوية بس الأخطر هي الناس اللي عندها اللي عايشة من هجنين اللي عايشة من هجنين هودي المشاكلهم يلي أكبر يلي ما عندهم هالتوعية وما عندهم هالقدرة يفهموا شو عم بيصير وما بتشوفوا إلا بقوا راح الموسم أو إيجا وهو دي كلهم بيعتمدوا عليهم كمان معهولة الأشخاص معهولة الناس اللي عندهم جنيناتهم أوكي هن مزارعين يمكن قبن عن جد معوادين على هيدا الأرض ولكن من دون دراسة يعني بهيدا المرحلة بالذات بيطلب الموضوع مهندسين زراعيين يكونوا على بيّن من كل التفاصيل لحتى يقدر يكونوا عم بساعدهم. هلأ راح خبري خبري بيطلب استشارة مش أكتر تليفون مش أكتر يعني أنا عندي صديق لقلي تلفنلي قاللي عندي مشكلة أرضي فرجيني صور لحشرة أنا مش دارس عنا إلا بأوروبا مش موجودة. قلت له خيه مش معقولة أنت بأرض بضيعة بمنطقة جبال أنت مش معقولة تكون الحشرة عندك. طلعت شفته لا صور ليها مظبوطة من هون لهون عرفت شو عامل غلط قلت له يا خيه أنت كيف تعمل هيك يعني في حاطة جايب جايب زبل من برها حتى مش معقم لكن أي درجة يعني خربنا الدنيا صار عنده أرض وانتبهي بس يكون في عندك حشرات بدك ترشي دواء حشرة وأنا بس أعرف أنه عنده أولاد صغار ما بقول أنصح حدا يرش دواء حشرة لأنه الدواء الحشرة يمسم معقولة يأزي الولد فعطول أنا بفكري أنه هون دي شغلات عم بتغيري طبيعة أرضك عم بتجيبي أمراض ما بحييتها مش نهيك لاستشارة ويردي هلأ شو بيصير أوقات الواحد بيكون موكر شخص عنده بالأرض إنه عشر سنين عنده بيصير هيداقي يخترع له لا قبل ما تعمل شي تأكد شو من اللي عم تعمله الأعمال الزراعية تغيرت كتير الأمراض تطورت تتوسعت وما بقى فيه صار فيه عندك نورم بديك تعمليون يعني ممنوع ينزل سماد حيواني بالأرض مش فيت على فرن مئة درجة خلص مش بنروح على مزرعة جارنا منكبها الكيميوية منكبها الزبل تحت الشجر نقول اي اي هيدا خلص مش الحال مش عم نفيد الأرض اللي عشرة بالمية وعم نأذي أرضنا مية بالمية خليني نذكر المستمعين والمشاهدين بأرقامنا إذا بحبوا يتواصلوا معك لأيا السؤال 01325555 76611 03 05 66611 001 للواتساب أكيد جاهزين نرد على كل الأسئلة يلي ممكن تطرحوها وده ارجع أنا وياك لنحكي عن الأعمال الزراعية بأول فصل الربيع كيف ترتوبيتها يعني شو من بلش بالأول بالأول إذا عندك أشجار بتبلش بالفلاحة نعم لأنه الزراعات الكبيرة بتكون بتكون موزعة بمتل كيف بدي إليك بكريات بخطوط وبمسافات بين الخطوط طيفوت التركتور بالأول بتبلش بالفلاحة لأنه الناس ما بتعرف أنه طريقة كيف بتبلش الحياة هي من الفلاحة لأنه كل شجرة عندها شلوش مقلفة من بارتي منسميها البارتي اللي هي شلوش والبرتي تحت الأرض والبرتي الهوائية البرتي تحت الأرض بس تحمل الأرض هي بتقول للبرتي الهوائية بلشة فتحة فالناس مفتكرة أنه من برة هي بتفتح أبدا إذا ما بتفلحة يعني أنت عم بتأخري أنه يبلش الموسم عندك فالفلاحة هي اللي بتقول للأرض تفضلي وعي هلأ صار لازم بلش الشغل بلش الشغل لأنه شو بس تفتح هي مي هي رضي بس تفتح الأرض الشمس بتحمل أرض بس تحمل أرض بيفهموا الشلوش الشجر أنه هلأ وعيت خلص إجت الصيفية إجا الربيع صار لازم أنطلق فالعمل هاي هي هيك من بلش بالأول بالفلاحة بعدين بيجي التعشيب داخل الصفوف لأنه ما فيها التركتور يفوت بين الصفوف بدك التعشب تحت الشجر طبعا يصير فيه أي منافسة بين الأعشاب الضرة وبين الشجر أو بين حيالة زراعة لازم تشيل العشب لأنه العشب بيشكل منافسة كتير كبير ونحن بلد كمية المي من بعد من بعد نيسان وقيار وبطر ينزل المي يعني كل العشب بالأرض عم تاخد مي من قدام النصبة أو الشجرة يلي هي حد منها فبتبلش بهالطريقة وبعدين بتبلش بس يصير حيالة شي يعني بتبلش بعد حوالة حوالة شهر من الفلاحة بتبلش ترشي الأدوية يعني العضوية إذا بدك لأنه أنا تباتم بزراعة العضوية بترشي الأدوية تتحمي تتحمي نصبك من الأمراض أهم شي ما ترشي وقت الزهر لأنه الرش وقت الزهر بتروحي الموسم نعم فهيدا الرش يلي بيساعد بيأذي إيه إيه الوقت الزهر أكيدة ممنوعة رشي إلا ما يكون على أساس نحاس ولا كبريت وإلا البقية حيالة أدوية بوقت اللي تزهير يعني بسامي وقت الفكندسيون وقت اللي بيكون عم تنعمل الفواكة بتقضي عليها فبتنطري من بعد ما تتشكل الفواكة كمان فيك تكفي رش لحديد 30 نهار قبل الموسم لقطاف بتوقفي كل شي وبتنطري يجي الموسم بتكوني أنت عملت اللي عليك فهو الأعمال الزراعية بيجوا بالأول الفلاحة التعشيب الرش الأدوي أهم شي نصبر على مرحلة الزهر ما نعمل شي بمرحلة الزهر نتفرج بس نتأمل ونتفرج تيعود شو ما كانت الشجرة نوعا وبعدين من كف شغلنا نعم بدأ أسأل شي شوي خارج عن موضوعنا ولكن بسيئة الحديث حكيت عن التعشيب مؤخرا عم نسمع كتير عن تدخل الذكاء الاستناعي بالمواضيع الزراعية وبشكل خاص بالتعشيب قديش هيدا الموضوع تعالي هلا الذكاء الاستناعي شو بدو يفيد بالتعشيب بستثناء ما يقلك وين المناطق المحتملة تعشبية لأنه نحنا شو بنعمل نحنا بس نجيب التعشيب بس بدو يصير عنده قلتلك طريقتين التعشيب لفلاحة بتعشيب وبين النصب ما في إلا الناس يد العاملة بتعشيب هو بيقلك وين بيرجح أكتر منطقة لازم تبلشي فيها لأنه كل ما بتأخر إن شو عنده عنده واحد مثلا عندنا نحنا حوالي مليونان وثلاثمائة ألف متر أنا إذا بدي بلش محل يعني أنا إذا ببلش بقو بخمسة عشر نيسان طي اوصل على المحل اللي بدي اوصل لي عندي شهرين رغم استعمال اللي هو عاملة كتير كبيرة فهون بيقلك هو وين تتدخلي وبأي منطقة قبل منطقة بيوزعليك التدخلات بس ما بيعشب عنيك أكيد لا مفي إلا إذا اخترعوا هلأ عم يخترعوا روبويات هلأ مش هلأني ما روبويات للتعشيب يمكن التعشيب بقلبة وحدات بس على صعيد كبير في روبويات وبين الشتلات أكيد في منهم بس عم بيسوق أبشر لا في في بس كتير مكلفة لبلد مثل لبنان أكيد وبيعملوهم كلهم يعني بيعملوهم مثل إجريهم طوال تيقطعوا فوق الشجر وهي شغلة مكلفة نوعا ما ببلد مثل لبنان منو أندسترياليزي كفية يأمن المصاري اللي جاية من ورا هال بس عاجلا أو آجلا رح نوصل رح نوصل على خسارة اليد العاملة رح نوصل على هالموضوع إذا القصة أنا كنت نفتكرة بتاخد عشر سنين صرت شايفة بخمس ست سنين يجب أنه نفكر كيف بدنا نعمل عندما لا تتوفر ليد العاملة نعم بدنا نحكي كمان كيف منتفايدا الأخطاء الشائعية اللي بلشت تحكي عنها وقالت عن أولا وأهما إذا فينا نقول بس لما منقول أخطاء شائعة بالزراعة منعرف أنه في كتير ومثل ما ذكرنا أنه في مزارعين ما يعني أبن عن جد عندهم بالنسبة لألون شي ما بيعرفوا أنه يمكن التربة هلأ تغيرت المناخ تغير فغير كل شي حوالي كيف فينا نتفاد على الأخطاء لكن الأخطاء إجمالا المزارع إجمالا المزارع يلي أبن عن جد بأرضه قليل ما يرتكب الأخطاء بس عنده مشكلة هي التوفير لأنه المزارع بأرضه بس وفر محطة عليها كتير فبيبلش يستعمل بيبلش يستعمل مثلا الدواء صار غالي عليه بيستعمل دواء أقل أهمية وهون المشكلة مشكلة الكلفة عند المزارع يلي هو أبن عن جد مش عند يلي يلي زرامي اللي عم بيهتم بالأرض ومش فرقاني معه صاحب الأرض المزارع عنا مشكلتين هي أول مشكلة الكلفة الكلفة يلي ارتفعت كتير الأدوية الجيدة يلي مصدرها أوروبا ارتفعت كلفة كتير صارت الناس عم تلتجي للصين والمواد مثل كل شغلة المواد منها بالجودة اللي عم يكون فيها أوروبا فأنا برأيي على المزارع اللبناني يضل ملتزم باللي هو باللي هو معود عليه الكلفة التكبر لازم يعرف كيف بده يتأقلم مع الوضع ولازم يغير عدة طرق بشغله بس هاي دي هي أهم صعوبة عم تعترض المزارع يلي هي بالوقت الحاضر عم بشوفها أنا وكل سنة عن سنة عم بتصير أسوأ هي الكلفة يلي حلها معايد معروف كيف والمشكلة إنه عم تغذي الأسوأ مواد أبداً منا بمستوى المواد اللي كانت تجي قبل بس لأنه أرخص عم تاخد محلها نعم ونحنا أسعارنا ما عم تطلع كفية يعني مش ما أقول لبنان الزراعة فيه تكلف كتير غالي هاي دي اللي عم بتأثر على بظل الأزمة الاقتصادية اللي ما رأنا فيها والإنهيار يعني إذا فينا نقول المعيشة شدنا على ثورة زراعية إذا فينا نقول مزبوط صارت كل الناس تزراح حوالي بيتها حد بيتها حتى على السطح مزبوط قديش هون كان فيه أخطاء شائعة هلا هون ما فيه أخطاء هون فيه تجارب نحنا هاي دي هالانتقال هود بالتجربة بين خلال الانتقال عندك تجربة بدك تقطعي بأول مرحلة تنجحي خمسين بالمئة ستين بالمئة وهي تجارب ضرورية بكل تغيير بنطاق عمل من مكان لما كان أنا اللي عم شوف بالوقت الحاضر أنه فيه كتير ناس كانت تشتغل لاحظت يعني فيه كتير ناس بموضوع المبيد بموضوع زيت الزيتون بموضوع العسل بموضوع الزراعات تغيرت كلها سوا من وقت ما متل ما كان كيف تغيرت العالم ما تروح على أوتريات صار عم بيروحوا على بيوت ضيافة تغيرت الناس كلها سوا صاروا عم يشتغلوا بالقصص الزراعية وبكل شيء أو صاروا حط عم يشتغلوا بإيدهم يعني رجعنا نشوف ناس عن جد عم تشتغل بإيديا ضمن هيدا الجنين الصغيرة مضبوط مضبوط هلأ نين المشكلة رح أرجع قالك أنه وين رح بتصير المشكلة المشكلة هلأ رح بتصير باليد العاملة لأنه اللبنان كله عم بيعمل نقلة لأنه بيّنت أنه بخلال كل هالأزمات البرودويز الزراعي اللي منتوج اللبناني بعده محترم بعده أسعاره مقبولة بعده فيك تصدريه بعده في جيب عملي صعبة على البلد فهذه الشغلة مهمة بس مرجع بقلك وأنا بشدد على هالموضوع هلأ نيصار بدي حاجة ليد عاملة لأنه هوده بتطلب يد عاملة بس الأمور رايحة لأنه هالقطاع يتوسع أكتر وأكتر والتجارب الفاشلة راح توصل للتجارب ناشح بالنتيجة أكيد أكيد طيب بنا نحكي شوي كيف منحافظ على البيئة الحيوية بالأراضي الزراعية ولما منقول بيئة حيوية كتير صعب علينا المحافظة على البيئة بشكل عام فلناشو البيئة الحيوية مزور البيئة الحيوية بالأرض وأهم الشيه هي نوعية التربة لأنه بلبنان برجع بقلك الناس ما اتخذ بالكلفة شو بيعملوا بيكونوا بيشوفوا أرض مع عشبة بلا ما يجيبوا حدا يعشب عائدهم بيجيبوا دواء عشب وبيحطوا بيرشوا دواء عشب هل دواء العشب أنت بيقتلوا العشب بس ما بتعرفي قد يقعد بالأرض قد يبدو وقت يتفكك وشو معقولة إذا ما بيتسرب للمياه الجوفية يلي هي عم تسقي الناس هؤذي الأخطاء الشيعة هلني في في طريقة تانية أنك تقص العشب مثل وجه سجادة يحافظ على الأرض وبنفس الوقت السيطولة وروسو صارت هال هالبرتيلج العالية فيه صارت نوع من الكيميوي لأنه بيقتنا عم تتدهور والنطاء والنطاء الحيوي للأرض والنوعية التربة عم بتروح لأنه الناس عم بتروح ما كما قلتلك على الأسهل الأسهل أنك تجيبه عشرف عالي تتفعيله للواحد عشرة دولار تكلفك الأرض مئة دولار على ساعتين تشتغليها ولا دوها حقق 15 دولار ترشيه أو ساعتين ثلاثة وتنتهي القصة بس تأثيراتها تأثيراتها على المدى البعيد عم بتضر خطرة على الأرض ومعقولة تتسرب على الشجرة اللي حد وبالتالي على المحاصيل بس تألك شغلي أنا عندي برودويل بس يروح أنا غرضي عندي بيجيني من كندا بيجيني من كندا تقريبا حوالي 86 سبستانس بيفتشوا عليها بالبرودويل أنا بعطيهم ما بيليقوها أكيد أنا عضوي بيفتشوا على 86 سبستانس يعني العالم كله بالوقت الحاضر حيالة برودويل بيروح من لبنان بيفتشوا على كل شيء على رواسب كيميائية أو مسمة لأنه بيعتبروا أنه لبنان بلد عم بيستعمل أدوية كتير مشان هيك نحن أوقات من قد من نقل أنه ما حصلنا معام تصدر أو تصرف إلى الخارج لأنه بأغلبية صارت للأسف في مواد كيميائية في مواد كيميائية صاروا الكل يعني صار في حواجز حواجز بالمختبرات يعني ما بقى فيك تصدر على كندا على أمريكا بدون يعملولك خصوصا كندا عندك 6-70 والبلاد العربية بالوقت الحاضر عم تتبع على الطريقة بالمواد الزراعية الأولية أنا مصنع هني البرودويل زراعية العنب كل شيء بدون يعملولك تاست ريزيدويل وكل شيء يعني صارت واحد بدو يهتم بالبرودويل مش بس بدو يعمل برودويل جيد بدو يعمل برودويل نظيف أهما أنه يكون جيد يكون نظيف من الناحية الطبيعية العضوية اللي هو مألف منه يعني نحنا هلأ بفهم من حديثك المهندس الزراعي طريق سقر أنه نحنا لما بدنا نشتري شغلة بغض النظر شو هي لازم نشوف إذا تصدرت للخارج حقيقة ما حد رح يقولك صدر للخارج إجمالا بس لازم لازم الناس يكون عندها كيف يدي إليك يكون عندها مش بس الوعي يكون الناس عندها ضمير مهني يعني المزارع يكون عنده ضمير مهني أنه هيدا البرودويل أنت يمكن ابنك يشتري بس أنا بكون عم بهتم بأرضات بقول ما هو دي عائلتي رح تاكل منهم رح تاكل منهم هو دي ناس بضمير مهني ما تعملي شي تتربحي الربح مجبورة تعملي بس عملي شي عتبري أنه هيدا عم بيفوت عليك عم بيروح لعندك فبس يكون في ضمير مهني بتصور كل شي بيتحسن والناس الناشحة بأوروبا وبالعالم من اللبنانيين لأنه عندهم ضمير مهني وعرفوا قدموا برودويل ما حدا ما حدا بيعمل برودويل نظيف وبيخسر أو بيسر معه بشكل لو قدم يكون غالي مزبوط بالعكس بيقلل برودويل بيغليله سعره بس بيليقله نحلق أنه زلم عنده ضمير مهني ونضيف بشو ممكن البرودويل الزراعي اللي عم بيعملوك طب هون طارق وين دور الدولة بالتوعية بالمرائبة إذا فينا نقول نحنا وين بهيدا الموضوع مع الأسف الدولة غيبة بشكل تقريبا شبه تام عن موضوع الزراعي بالموضوع الزراعي الدولة بتشوف القصص الكبيرة يعني بتشوف راحوا سفروا عملوا فتحوا معرض راحوا تصوروا قدام اشتركوا بمعارض مش هيك مش هيك بتصير مش هيك بتصير لازم يصير فيه توعية زراعية لازم وزارة الزراعة والجامعات يعملوا مثل السيمبوزيوم يقعدوا مع بعضهم يوجهوا يتوجهوا على القرى يعملوا دورات بالبلديات يجمعوا هالمزرعين لأنه هلأ نية من بعد حدثك تفضلت وقلت غلية الأسعار كل العالم رجعت عضيها صار الناس زيتونات ويفلحهم الناس عراشوا ويزرعهم يلي جاي بتفحات وصار يليم بصد فيهم تشهدنا على ثورة زراعية هي مش ثورة هي عودة إلى الجزور رجعوا كيف كانوا جدودهم وكيف كانوا بياتهم فهون لازم نتواكبون الناس لازم يعرفوا شو المصطلحات لازم يعرفوا شو الصح شو الغلط وزارة الزراعة أنا برأي عند الإكيبمان بس بدى بلان يعني يعني مثلا مش حرام بدى رؤية ايه ايه مش حرام نفكر شو بدى نعمل كل سنة نقمي موسم التفاح بالله ما يصير نعم يصير نقمي ما ما في فكر يعني ما في فكر دولي كدولي يجمع هالناس لأنه كل سنة نتجع مفوت بنفس المتاهرة نسمع الوطاطة نسمع التفاح نبدا وبتشوف الناس كبت غرابة ولكرز مؤخرا ابدا ابدا فمشن هيك هيدا التوعية بحاجة لتوعية ما فيه العنب ضامت حتى العنب مستفيد منه حتى العنب حتى العنب قلتلك مرة حتى العنب منه ضامت لأنه العنب في حشرة بالأرض اسمه في لوكسرا عم تاكله كل شي باتريمون جينيتين كل شي تراث لبناني خاصة وعريشة العنب عم يختفي لأنه مش عم نحافظ عليه أنا مؤسسة خاصة أنا ما فيني أبرم لبنان كله وخلص لبنان أنا شغلتي بقدر فيد الناس وعية بيجي لعندك على البروغرام بحكي مع الناس بفيدها وبحمل حالي وبرجع على شغلة بدي عايش عائلتي بس مفروض وزارة الزراعة تهتم بشعبة توضح للناس أنه ما بقى فيكن تزرعوا العريشة تقصوا تشيلوا العنقود من تشيلوش غصن من الشجر وتزرعوا بالأرض بتشكوه بتكون تطعموه على مرة لأنه في حشرة وهيك عم نخسر تراثنا هيدا أهم شيء أنا حتى طرحت فكرة مرة على وزير الزراعة قلت له لازم تتألف نوع من الجمعية للحفاظ على التراث على التراث الزراع يعني كيف عندك تراث إنساني ببعلبر شو كان الرد؟ بتسم وضحك وقال لي ايه فكرة حلوة بكف أنه فكرة حلوة بكف حبيت أنه سمعني قال لي فكرة حلوة بشو بديك تعملي أنا برأي ما بيعمل شيء في لبنان إذا ما حدا بيطلع منه شيء ما بيعمل شيء للناس بيعمل كل شيء للخاص يعني إذا أنا فيه شيء بدي أعمله ما فيه إلا إفادة عامي ما بيصير إفادة خاصة بتشوف كل العالم ركضت وراها بس إفادة كشعب كدولة كرأي عام ما حدا بيهمه لأنه ما بيطلع منه مصاري هذا لبنان ما فيك تعمل شيء 100% للأسف بد منك هيك استثارق سائر نصائح زراعية للناس يلي عندون عريش للناس يلي عندون شجر وللناس يلي بيزرعوا شو مكان تفعي بالشو كيف ينتهو أهم أهم شيء بالوقت الحاضر يفلحوا منيح أو يعشبوا أرضاتهم مظبوط ما يصير فيه منافسة هاي دي أهم شيء تاني شغلة ما يستعملوا أي دوا بمرحلة التزهير لأنه كل دوا يستعمل بمرحلة التزهير بيقضي على الفوك اللي بتطلع منه وبس يشوفوا مرض يصوروا المرض إذا ما عرفوا يرشوا الأدوية الأدوية مثل الكابريت مثل الأدوية اللي هني بيرشوها ضد الشامبينيون ضد الرمض أو ضد اللفحة أو ضد حيالة شيء يرشوا أدوية بس إذا في عندهم شيء يصوروا صورة وينزلوا على المحل الزراعي ما عندهم مشكلة أو يفوتوا على الإنترنت يعني يستشيروا حدا مهند الزراعي أو حيالة حدا عنده خبرة خصوصا المحل الزراعي اللي بيجيبوا غراضهم منه لأنه هو بيكون شائف كل الأمراض إجمالا ويقول له هيدا شو بيرش له لأنه بالوقت الحاضر حرام حرام العودة إلى الجزور تصير فيها مشاكل ونحن ما نعرف نوصل 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 اللي بدنا إياه من أرضنا لأنه أوقات الرغبة إنك تنجح بالأرض بتخسرك في أوقات أفضل شيء ما تعمل شيء بس إنه بيضلك تنتبهي على الأرض تتقدر تطلع لك برو دوي أنت يبسليك وتحسني إنتاجك وتحسنيك والفكرة الصغيرة وهجنين الصغيرة يمكن تعطيكي أفكار وتصير جنينة كبيرة الزيتون يلي عنده زيتون ثاني 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 يعمل تنكي يقولها هو خلص أنا بدي أضمن سهل زيتون اللي عنده عريشي عم يعمل حب تاني معنب وعصر عمل عرق هو هو أنا بدي أعمل عرق تيضل الناس عندها الرغبة بإنها تتطور بالنتيجة لبنان كل عمره نقام على هالزراعات على الزيتون وعلى عنب وعلى كل هالزراعات وعلى تصنيعها الزراعي نشرنا المبيت بالعالم نشرنا زيت الزيتون بالعالم نحنا فمفي ما في ما في ما في ما في سبب لما نعمل نفس الشي بالوقت الحاضر مهم شو هي أكتر الأمراض اللي عم نشوفها مؤخرا بأراضينا الزراعية هل بكل الأراضي منشوف نفسها الأمراض بحسب المرات بالوقت الحاضر خلص تحددت الأمراض بالشجريات الليبنانية تحددت إن كان بالتفاح إن كان بالعنب إن كان بالزيتون تحددت الخوف الوحيد الخوف الوحيد أنت كيف 부تعملي التيتمانط طبعا كيف تعمل المعالج يعني المعالج ما لازم تصير كرة ما لازم تصير أنت عم بتعالجي وقتية لا لا مش إنه وقتية اي مش بتشوف المرض بتعالجي لازم تصير بريفنتيف يعني أنك مثل كأنك عم تاخدي عم بتحق عم تنتبه عم تلبسي جاكات لأنه في ساعة مش مش إنه بتنصار بتعملي بنيموني ببدلش تاخدي انتيبيوتيك البوس جاكات سكر عليك هيك أحسن فبدك ترشي دواء حماية بريفنسيون تم توصلي على العلاج لأنه العلاج يعني صار فيه ضرر والضرر يعني نزل نوعية برودويتك فكل شي بيصير بالوقاية الوقاية بتقضي انك ترشي كبريت بتقضي انك ترشي حيا الله دواء تتحافظ فيه على على تتمنع المرض يتطور ويصير علاج توصلي على العلاج راح ناخد مدخلة باتصال ألو ألو ياهلا تفضل ألو مرحوة أهلا وحيتك أنا بدي أسأل المهندس في عندي كمسجد زيتون نعم بيزهروا بس ما بيعادوا مهم وين بأي منطقة بأي منطقة في منطقة زود حمدون بيرويست النعمين بيرويست النعمين أي متى زرعون اليش هي خمسة عشر سنة بتعرف شو أصنافون لا لأ شو زيتون مبارف لا لأنه أوقات في أصناف ما بتطلع على هيدا العلو بيتش السقعة وبتروح الزهر إذا من النوع اللي بيزهر بكير عندك بالحمدون بتصور ارتفاعه شي 800-900 متر ولا أنا مغلق لا في ألف ومية كمان كمان ألف ومية هيدا هي عم تش السقعة على الزهر بس أنا بدي أقول إنه لمن كانوا صغار عمرهم شي 3-4 سنين كانوا يزهروا يعقدوا مزلوط هلأ كبروا ما عادوش عم يعقدوا لأنه بس كانوا صغار كانوا يأخروا بالزهر هلأ عم يبكروا بالزهر عم تجي السقعة عليهم لعم تحكيه مزبوط لعم تحكيه مزبوط إذا بتعرف شو النصب أنا لا يعني فيه وحدات مثلا زيتون ما بعرف لا ما فيه أي متى عم تفلح أي متى عم تفلح عم بفلح هلأ بنسان عم تفلح بنسان آآ أخر فلاحتك آآ بخرة مزبوط أخر فلاحتك لأنه أنا شرحت لك بس تفلح بس تفلح مأخة بس تفلح بكير كأنك عم بتقول للأرض ما تش تفضل يقوم يوعي برأيي لأنه مش عم بيزاهر أخر فلاحتك تتفتح مأخرة الزهرة ويعود عندك الزيتون آآ هاي نصيحتي لأ لك آآ في حال طيب الزيتون آآ إذا كانت الأرض مثلا رقيقة آآ في آآ فينا آآ شو اسمه نصقيات وقت معي نصقي سقاية الزيتون بتتم وقت البالأرض بحاجة تكون ناشفة مع فيه مشكلة الزيتون فيك تصقي فيك ما تصقي باش إذا بدك تصقيش الأرض ووقت اللي بدك فيك تصقيها آآ بس متل ما عم بقلك الشغل الأكيد أنا منها هلأني بلوقت الحاضر أخر فلاحتك قد ما فيك آآ طيب سؤير تاني وهياتك في عندك مكعب تفاح كمان آآ ها هاو التفاحات بطلع لعند مثلا المؤسس الزراعي بيعطوني رش للزهر حاضرتك اسمها دك عم بتقول إنه على الزهر ما ترش آآ هني عم بيعطوك عم بيعطوك رش للزهر طبعا دائما الدود اللي وجوه فيه آآ تطلع عندك وتعمل لأنه عندك هيئة وحشرات كنت تحط زبل حيوانة شي بجنانتك حطينا ونزعنا جنين ها بعدني عم بحكي هم هيدا اللي صاير معك هيدا مش لازم يصير ابدا ممنوع عتحد انت مابع شاي عم تتسمى علي من الاول ممنوعة تحط ابدا زبل حيواني مش فايت على فرن مية درجة وقال لا انت حار. عم تنتحر. معدين طلع عشب شي غريب. بعرف. بعرف بعرف بعرف. هيدي الشغلات ان الناس كلها بتفتكر حالة عم بتجيبك يا الزبل عم بتفيد حالة. يعني افضل انسان يحط كيميوي يعني. مش كيميوي لا عندك نوعين. عندك لازم تجيب انا ما بقدر اقول اسامي الكيميوي اللي لازم تستعملها العضوية. لازم تجيب زبل حيواني لانه هيدا بيفيد المواد العضوية اللي بالارض. بتجيبه من حيالة محال زراعي بس بتقول له بدي ايه فيت على فرن. حيالة محال زراعي. بتقول له بدي مواد عضوية فيت على فرن. لانه الارض بتخلص بتخلص متيارة العضوية كل خمس سنين بدك تجددها. اه. بينما بينما الكيميوي اللي انت عم تحكي عنه ان احنا بنسميه الان بيكا البوتاسيوم والازوت والفوسفور. فيك تحطه وقت اللي بدك. وهيدا ما بيفيد بيفيدك بموسم. اه. ما بيفيدك لخمس ست سنين. لا كل سنة يعني. مزبوط هيدا لكل سنة. مزبوط هيدي هي. بس المواد اللي اصلح هيواني اللي فيتي على على فرن. هي بتفيدك خمس سنين وبتطمن بالك. اه. اه. هيدا اللي لازم تعمل. يعني هلأ بالنسبة للرش على الزهر يعني انا ببرشها لكن بدي اطلع رشها لان هلأ زهرت الفاح والجاة. هلأ يبدو يبدو انه عندك عشرة جاية من ورا الزبل. اه انا ما بعملها بس انت هو اه اه جايب حشرات لحالك. اه. بدرت اعمل عملها. اه انا انا. يعني شو بليزم اعمله زيبهم بدي عملها. هلأ بدنا حلقة تانية لانحكي شو لازم ينعمل. اه طيش. شكرا على اتصالك كمان اتصال الو. هلو بوجهور. يا هلأ. اه من مازال ممكن احكي مع اه. عم يسمعك نعم تفضلي. انا عندي السجر الصغير هاللي بزرعها. اه بالشلوش طبعة الرسين. في دودي اه اصل قولي اسمها ملوش. عم تقتل اللي بتيكل السجرة بتيكل شلوش السجرة وبتموت السجرة. الكبير السجر الكبير اللي عندي ماشي الحال. بس الزغار ما بتهلكهم. خلص بيموتوا. شو بدي اعمل بهالشغلة هايدي. اه شو هندي الشجر ما اسمعت. شو هندي الشجر ما اعلم. اه السجر اللي عندي هالأكلتها كرزة. والتانية بوسفير. اوكي. وهدي صغار. يعني اه يعني بدك تحسب كنت بصلي سنة زاراته. اجمالا الحشرة بس تكون بالارض هايدي اصعب طريقة للدو. هايدي هايدي اصعب طريقة الدوية لاني بديك ترشي اه انسيكتيسيد بالارض. واوقات هالحشرة بتكون غيرها بالارض ما بيوصل للدو. هيك هيك لحظت. انا ما اني مزارعة دكتورة زي ما. رح يرجع عليك سؤال انت كنتي عم بترشي كمان انو هالحشرات ما لازم تجي هاي مش بيقيتها. كنتي حطة شي يعني ما قلي عين بقى اسأل حطة شي كمان زبل حيوانة. اه من زمان وزمان عم بتستعمل زبل حيوانة. مضبوط. خلاص. هايدي هي. هايدي مشكلتك. هايدي يعني هاي جاية من الزبل نفسه. مية بالمية. هاي جاية من الزهين مش تازم تكون موجودة. لانو لو كانت موجودة بارضك ما طلع اص صجرة عندك. مم. انت منو لانك عم تستعملها الزبل الحيوانة. جبت هالدودة على ارضك وعم تكلك عشبك. هايدي هايدي اصعب شي. هلا شوف انا اعمل انجبرت شيلة ماتت خلاص. وفتحت الارض انا. ايه. خليها تتشمس. مية بالمية. هايدي اللي عم تعمليه مزبوط هلا. مم. هايدي هو اجمالة اجمالة احنا بس نشوف هيك حشرة. ازا ما بدنا نرش ادوية وانا ما بنصح منطرة بين تلاتة لاربعة سنين. تيكون سيكل الحشرة مليقة شي ايكلو. ام. وتموت لوحدة. اوكي. فازان هلا وقت بدي جيب سجرة رها هطة بفخارة على جنب. مزموط. وانطر شي سنة. وبعدين ارجع ازراعة. اا اكتر من سنة. بديك تعطي حالك سنتان تلاتة احنا اجمالة عملك. انا بشغلة. ام. ازا عندي ارض فيها هيك. بانطر منيموم بانطر تلات سنين ما بضق بارضي. ام. تسيكل الحيوانة تموت لانو ما بقى فيش ايه. مزموط. مزموط. لانو انا ما برش دوة. ام. في غيري بيق يمكن ترش البرودوي. انا ما بنصح حدا يرش البرودوي بالارض. لانو رش البرودوي بالارض راحت الارض. مشان دودة بهلك ارضي. وانا شفت الدودة. وشلتة. قبل كان عندي دودة كتير. هيدي اول سنة بلاقي انو الدودة طبعات اللي كان عندي اياهن راحو. بس هيدي الكرازي كان فيها دودة وحدة وقت الشلتة من الارض. اوكي. بقى ممنونة كتير. شكرا. شكرا. بس ما بقى تستعملي زبل بلا ما تفوطيع على فرن. اوكي. مزي. شكرا. لاحظتي. نفس المشاكل. نفس الخطأ. نحنا عم نجيب امراضنا لحالنا. مية بالمية. لانو هي مش بيقيتن. هاو الحيوانات هاو بيقيتن هاو بيقيتن الغيبات. هاو بيقيتن المراعي. هاو مش بيقيتن الشجر. نعم. نعم. انا بدي اشكرك كتير المهندس الزراعي طريق سقر. شكرا لوجودك معنا. واهلا وسهلا فيك دايما بسوت لبنان. شكرا للكم مشاهدينا ومستمعينا. حلقتنا لليوم خلصت. من هلأ لنرجع نتلاقى الدلوب خير. اهلا وسهلا على الموجي السواب